روح للنادي الأهلي قلع الحمراء ربما يعني حتبدأ مشوار النهاردة جديد النهاردة هل يستطيع الأهلي اليوم إنه هو يصل للنهائي للمرة الرابعة على التولي ولا مش هستطيع باعتقد الأهلي عنده التوليفة عنده العناصر الكويسة جدا كالعيبة عنده الحاجة اللي مش موجودة في الزمالك اللي هي مقاعد البودلاء أي بديل في الأهلي هو بنفس الكواليتي بتاع الأساسي بمعنى أنه النهاردة مش محتاج لعيب الجناح بينزل جناح تاني بنفس القيمة بنفس الإمكانيات الموجودة عنده أكتر من عنصر يقدر النهار يبدل ما بينهم فالأهلي عنده اللعيبة وعنده مدير فني بدأ معهم الموسم بشكل كويس جدا استطاع النهار يكسب السوبر فعنده أرضية واسعة مشاركة في كاسة عامل أندية قدت سكر اللعيبة قدت خبرات أكتر اللعيبة الأهلي النهاردة بيبدأ أول ماتش لي لأنه هو يتأجل له الماتش قبلاني بسبب مشاركة في كاسة عامل أندية فالأهلي عنده العناصر اللي تسمحوا أنه هو يتأهل إلى النهائية خاصة أنه نحن نشوف أغلب الفرق مستوى الفرق مش على قدر بتاع النادي الأهلي النادي الأهلي عنده عناصر ممتازة عنده مدير فني جيد النهاردة الهلال عنده عقدة أمام الهلال أنه لم يستطع الفوز على الهلال في السودان نهائيا قبله عشر مرات طب انت برأيك انت التشكيل أنسب للنادي الأهلي اللي يلعب به قدام الهلال يبقى عمل إزاي في وقت زي ده ومباراة زي دي هو في إجهاد يعني خليلنا نتفق أن الأهلي هيبقى في إجهاد هيبقى فيه روتيشن تغيير في عنصر أو اتنين فأعتقد أن النادي الأهلي النهاردة ممكن يبقى فيه تغيير في عنصر أو اتنين في التشكيلة بتاعته فلكن أي حد أنا بقولك أن أي حد هيلعب فيه في النادي الأهلي من أول الشناوي لحد كهرباء ومحمد شريف هو أي حد قدر على تمثيل الأهلي بشكل كويس زي ما طيلك عند عقدة أمام الهلال لما ينتصر على الهلال في السودان قبل كده نهاردة الماتش بدون حضور جماهيري فما فيش ضغوطات عليك ولكن الأهلي لابد أن يتعلم من درس الوداد الوداد كان مش عارف كس عمل أندية وبالتالي يتأجل لهم مباراة لما رجع الوداد المبارح كان عانى من الإيجاد وبالتالي هزم أمام شبابة القبائل الجزائري بهدف في الضيئة 92 أو 93 في الوقت القاتل فلازم للأهلي النهاردة يكون مركز جدا يكون يتغلب على الإيجاد اللي ممكن يبقى موجود يبدأ أنه يتعامل بشكل جيد فيه مع المباراة لشان خطر الانتصار في الأول هي أهم حاجة لازم تاخد انتصار في الأول تبدأ بعد كده تلم النقط واعتقد الأهلي مش هيجد صعوبة في التأهل عن هذه المجموعة يمكن يبقى معها سانداونز في هذه المجموعة